مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي برنامج التحدي أحب أبد المبدأ حلقيتنا النهاردة أبعد خالص عزايا أنا واصلة برنامج التحدي إلى الشعب المصري وكل الأمم العربية والدول العربية في وفاة رئيس الأسبق رئيس محمد حسن مبارك ربنا يرحمه ويسامحه ويجعله إن شاء الله من الشهداء والصديقين والأبراء النهاردة حلقيتنا هتكون حلقة فنية طبعا الفن ده يشمل حاجات كتير أو مش موضوع فن إنه هو بيكون مثلا الفن في الفنانين أو مغنين أو كلام ده كله لا الفن ده بيشمل حاجات كتير أو أو فيها ضمن الحاجات الكتير أو ده الرسم طبعا والنهاردة هتكون حلقتنا النهاردة حلقة طبعا بتخص موضوع الرسم والحاجات الجميلة والنهاردة هتكون ضيفنا النهاردة ضيف غالي علينا ضيف من الشخصيات المحترمة والشخصيات الجميلة هيكون معنا النهاردة الرسام غزال شهين أهلا وسهلا بك أستاذ غزال أهلا مع حضرتك أستاذ رمضان وبداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا برحب بحضرتك كولا ووزرة البرنامج وسعيد بلقائك وإني متواجد مع حضرتكم هنا في هذا المكان والشكل الأفضل قبل كل شيء يعني حبيبا ربناك أنا طبعا غزال عبدالسلام شهين ابن محافظة البحيرة مركز أبو حمص يعني حبيتي رسمه من سوري وإن شاء الله نخوض مع بعض في التفاصيل بإذن الله ما حضرتك يا عين إن شاء الله عايزين نعرف بقى يعني إمتى عرفت إن إنت اكتشافت نفسك أو الناس اكتشافتك إن إنت عندك مواهبة الرسم وعايزين بقى نوضح كل المعلومات البقيقة بي والله هو الرسم إليه مواقف معايا من سوري مواقف يعني طريفة وفي نفس الوقت مواقف يعني جعلت إن أنا أضحب حاجات كتير سواء في الماديات أو في الوقت التاعي علشان أصل للمرحلة الحمد لله وطبعا بداية يعني الفضل من الله ذلك الفضل من الله الحمد لله رب العالمين يعني قمنا علي من ضمن المواقف الطريفة إن كنت في الابتدائي أنا خريج أظهر أصول دين ودعوة إسلامية كنت في الأظهر في الابتدائي وكانوا بيسلمونا كراسة رسم خامتها حاجة جميلة جدا كنت أول شي إن أنا مسافة متسلم كراسة الرسم في تجيجة أخلصها وفي مرة جات قبلة جديدة علينا بالحصة كمان ما كانتش موظفة فجات طبعا كانت معاها ورج مرسوم فيه من ضمن الرسومات رسمة حمامة بالبسملة فشفتها على الصبورة وجالت من يعرف يعمل دي فطبعا زنائله كلك عارف إن أنا بحب الرسم فجالوا لها غزالة يا قبلة غزالة يا قبلة كنت حوالي ربعة ابتدائي على معتقد يعني فجالت مين غزال تعالي غزال فطلحت رسمت الحمامة عايزة شوف مين غزال آه بسم الله الرحمن الرحيم فرسميتي أنا طلعت أحسن من رسميتها فطبعا جاعد الطلبة صغيرين ما يعرفش حقيقة بقى جاعد يقولوا رسم الغزال أحسن من رسميتك يا قبلة دخلتني معاشي طلعتنا على الصبورة تاني فابتدت بجا تتعمد فهم كراستك والكراست مرسومة بحالها جاء أنت كطالب رسمت حاجة والرسمة اللي أنت رسمتها أحسن من مدرسة اللي هي أصلا من مدرسة الرسم طبعا أحسن من مدرسة الرسم فطبعا ما عادشي طلعتنا على الصبورة بعد جزء تاني حتى ما يعرفش معانت مين يعرف يعمل ديات أو مين يعرفش يعمل ما عادشي طلعتنا على صبورة تاني ابتدت أني تتعمدني فهم كراستك الكراسة مليانة معاشي تبهات كراسة جديدة الكراسة الجديدة المفروض أن أنت بتستلم كراسة من الأظهر بالتين معاك لأخر السنة هتروح تجيب كراسة تانية بجا ما كنتش بدور نميت طبعا أنه كنت دخلت خلصت ابتدائية وعددائية دخلت السنوية علمية فتركت مجال الرسم شوية عشان انشغلت بالدراسة وحبيت كلية أصول الدين ودخلتها ففترة الكلية كان فيه في وقت من الفراغ شوية بجيت أرسم صحابي رسمتهم بالرصاص على الجدران في السكن اللي احنا كنا فيه كانت مواقف جميلة يعني بعد ما خلصت كلية طبعا الوظيفة عاكست معا شوية فطبعا لازم أنها تضحي بجا أن أنت عايز تشوف حاجة فبدأت بالرسم بيعني حاجة اسمها كلحة الضرة كلحة الضرة وفلة الصيارة كنتش أعرف أجيب الفرشة أو أعرف أتعامل مع الفرشة كنت أكتب بيها أرسم بيها عند حبيبي فتبعا يعني المشور ماشى شوية واحد صاحب عنده محل ولا حاجة أقول له هرسمه لك بجيطة ضحية أجيب البوية على حسابه ممكن كنت فرحان يعني في الأول أكيد أنا عايز أنمي عايز أنمي حد عنده حاجة كده رح أعملها لك ببلاش مقابل أنني عايز أو عايز أصل لحاجة معينة عايز سنمي الموهبة بتاعتك أنا أميها بس مش حاطت في دماغي أنها وصل الحمد لله للمجال ده أنا كنت عايز أشوف أني يعني أرسم الرسمة وفي الآخر أشوفها شكلها إيه كنتش ترح أن أنت هتوصل للمكانة أنت فاعد الوقت والموهبة الجنة طبعا أه الحمد لله في ناس لها فضل كبيرة أولا الفضل الأول لأبويا وأسوتي يعني نحن نصلا قدامنا قدامنا صورة هي معروضة الشاشة بسم الله ما شاء الله صورة جميلة جدا قول لي بقى يعني عايز أعرف كده الصورة دي عملتها إزاي والله هو في حاجة طبعا عشان معلش أنا حابة بقول كلمة بس فضل الولدي والوالديتي واخواتي اللي هما ساهموا أن أنا أتعلم الصورة دي عبارة هي عن سري دي في منظر طبيعي انت بتروح لصاحب البيت غالبا بيقول لك أنا عايز مثلا رسمة معينة يا إما هو بيبقى منزلها مع النت شايف عند حد يا إما بيقول لك ارسم لي من دماغك يعني هو صاحب الشي بيقول لك مثلا أنا عايز رسمة معينة عايز تصميم معينة انت بتنفزه بتنفزه دي غالبا بيريحك ليه بيقول لك أنا عايز زهية خلاص انت عرفت عرفت وعايزه أما بجأ بيقول لك الشغل من دماغك بدماغك بتخاف في الآخر ان انت مثلا ما تكونش وصلت اللي هو عايزه اللي هو عايزه بتبعيش سمي الحاجة على مستوى عايزه أكيد فطبعا هي ديات الرسمة ديات عندي انت أنا عايزة عليها جريبي هي هو رسمة ديات في شكتين فرحه إن شاء الله جريب حاجة يسمع عبد الله ورؤية وطبعا الرسمة ديات برضو منظر طبيعي بسري دي عبارة عن مثلا رسمة الوردة وجوة منها منظر طبيعي اللي بتسمى بجأ وراء بنقوله مثلا خلفية سري دي ووردة على مثلا خلفية زي دي كده بتبقى وردة على أرضية أشكال بتسمى سري دي سلاسة أبعاد طب بالنسبة للألوان يعني عزينا أربطوا للألوان دي الألوان انت اللي بتختارها ولا لا هو معلش ولا العميل بتشتغل عن دي حضرتك لو شفت في الصورة دي فيه اللون اللي هو الزرعي اللي فوج الرسمة دي تشطيب اسمه تشطيب الجيبس أنا بوصل الحاج أو صاحب البيت بقول لنا عايز الرسمة دي هو مختارها بس أنا شايف أن الجاش مختار ألوانات تانية فبدلوا نفس الرسمة بس بغير في الألوان على تشطيب النجاش طبعا الرسمة زي دي مثلا أنا حاطت تها اللون الزرعي زي اللي فوج مجرب الألوان لبعضها تمام آه بداخل دي ألوان الزيت طبعا أسهل ألوان البلاستيك بس فيه نقطة في ألوان البلاستيك اللون البلاستيك ما بيعيش ليه وقت مثلا سنة سنتين بيبهت وبيهد أما الألوان الزيت أنا بحب أشتغل بها مع أنها أصعب وممكن تتعب مع الرش الغبار بتاعها بيتعب وخش على السدر يعني طبعا نفر بلبس كماما بس في الأول أن الزيت بتحط طول الجدر ما كويس وما فيهوش رطوبة ما فيهوش حاجة أن هي تنزل حادية بيتم اللون سابت سنة اثنين عشر طول ما اللون بيتم سابت تدريب الألوان طبعا حاجة لازم أن النفر يكون عنده خبر أن أنت مثلا تحط مثلا اللون الأخضر على سنة أبيض يديك مثلا اللي هو الزرعي سنة أسوأ كمان بيديك تركيب الألوان طبعا لازم لها هما كلك من السابع ألوان المعروفين اللي هو الأبيض والإسود والأخضر والأزلج الأصفر البني دي السابع ألوان بتركيب منهم الشغل ده كلته يعني كان حضرتك بتشوف كذا منظر فيها من السابع ألوان فقط لغير طبعا لون الأساسي اللون الأبيض ما تقدرش تستغن عنه واللون إسود شي طبيع ده طبعا دولة هما أساسين في الألوان والحمد لله طبعا برضو في نفس الوقت المجال ما جاش معايا من يوم وليلة أنا يعني صحاب الفضل كتير أنا عشان خاطر أن أنا أطلع أعمل الشغل ده ونميه مع نفسي صعب فكان لازم أن أنا ألاجح حاجات إيه الحاجات دي أني ألاجح حدي يشجعني ممكن وده طبعا التحدي آه وده التحدي ده طبعا ده ضغوطات الحياة مش هتستنى أن أنت تروح تشتغل أنا شوف صورة زي برضو بس أنا مش هصورة جميلة آه طبعا ديت برضو عبارة عن دايرة فيها منظر طبيعي نازل منها شلال مية برضو اسمه تركيب سري دي خلي بأجد الصورة دي اللي تشوفها من بعيد يقول يحس فعلا أن هي حاجة من صورة ما هو الحالة هو في كده وعلى فكرة الصورة دي أنا ما بشوفش شغلي إلا ساعة ما بخلصه آه أما الشغل الزيت الأفضلية اللي فيه كمان بعد فترة شهر شهرين بتشوف المنظر وكأنه ورق حائط ملزوج ما بوهش يعني محدش شرف نوراس آه دي جمال الزيت إنه كل ما بيهدى كل ما بيهدى حسن أما البلاستيك كل ما بيهدى معاش يعني بيسوق ما بيجي زيته حسن بسبب إنه هو بيبهد فطبعا الحمد لله برضو دي لات منظر آه 3D برضو طبعا بتبصي تلاقي مثلا العريس يقول لك أنا جاب ركمية مثلا مثلا زي دي مثلا آه فبترفع له الجنب الرسمة فوق آه اللي بينه وبتشغل الجنب من تحت طبعا دي تمويها تحت كده عبارة عن إيه آه شغل النجشين بقى بتيتدارة أو ما تداريتش في كل تلحات الجنب كله جهز آه بس يعني برضو بتاخد وقت معك وتبصها برضو بس مثلا زي كده يعني الجنب الطبيعي يختلف عن 3D المنظر 3D ممكن بيأبدأ في مثلا الساعة 8 الصبح خلصوا آذانوا الظهر كده بعض الظهر بشوية يعني حوالي من 5-6 ساعات المنظر الطبيعي بجاء وقت برضو أنا أقول لها في جنب واحد آه وقت جنب واحد بيأبد وقت برضو يعني أكيد ما فيش حاجة سهلة لا 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 هو السهل فيه أن أنت تفهمه هياقق ما ياخدش معك وقت ممكن ياخد ساعتين ثلاثة وطبعا ما بتنفعش تعمل حاجة لازما استتركيب 3D ما تنفعش تعمل وردة من غير قبل ما ترش الأرضية ما تنفعش تعمل الحاجة اللي هي الدوار ديت أو الرأس اسمه استنسل ما ينفعش تعمل استنسل جابا ما ترش الأرضية بترش الأرضية الأول بعد كده بتجهز الدائرة بعد كده تخلص اللي جوة الدائرة بعد كده تعمل آخر حاجة بتشطابها الوردة لأن كأن الوردة ديت في كل الأشياء الحاجة المفيدة اللي احنا عايزين نوصلها كمانا هي الوردة بتعملها في آخر حاجة في الآخر حاجة لأن هي ديت هي اللقطة اللي في المنظر بتبقى في الوردة مثلا أما الجنب الطبيعي طبعا ممكن بياخد يوم كامل نعم يمكن يجي دلوقت منظر طبيعة وراء لحضرتك بياخد يوم كامل لأن طبعا بتبدأ من الجنب من فوق لغاية بتفنش الأخر خالص لما توصل الأرضية من بعد طب لو فيه مثلا عميل طلب منك حاجة والحاجة دي مثلا شايف إن هي حاجة قديمة أو حاجة يعني لا أنا بتنصحه بيها ولا بتعمل شو بلو أنا فيه الحمد لله ودي فضل برضو من ربنا إن أنا مش استغلالي أحب أجدم للزبون يعني النصيحة جاب بالشغل تمام وأنا أروح بتبصت لك الزبون ينبسط بجنب يقول لك تابعي من اللي ده كتر الشيء يعني بيسقوا بعضه بغص بعضه أيوة طبعا لما أقول له حاجة ما ينفعش لا هو جنب واحد يكفي يقول لك شوف الكورة دي تاني بسمه ما شاء الله دي برجو حاجة جميلة دي معمولة في حضانة أو معنا صحي في مجمع خيري كبير آه بس أنه ما شاء الله بس شكلها جميلة طبو حمص آه والصورة دي انت بيسين حبيبي ابني بيسين حبيبي ابني حضرك ده آه ابني خليه لك رب وعندي هاني كمان بس لسه ما رسمتش هاني يعني آه بالدور إن شاء الله لك آه إن شاء الله بس أنه ما شاء الله انت برضو ترسم الأشخاص يعني كأنه موجود آه ما أنا بقول لعنا والصورة دي برضو جميلة آه طبعا ديت عندي صاحبي كان لسه فرحه من حوالي عشر تيام آه اسمه محمد عطية والصورة دي برضو دي برضو في حضانة آه آه غالبا الكتب والحياة دي دي سك فيا بجا الحاجة دي جميلة يعني بسم الله ما شاء الله اللونات جميلة بسك وشغلة عالي يعني بسم الله ما شاء الله يعني آه الصورة دي طبعا حضانة برضو ديت آه ده ممكن دي تمشي برضو في بيت مش شرط حضانة آه تمشي ب بيت في حضانة خضانة دي بقى فين دي الصالون صح؟ فوض الصالون، كل فوض الصالون، محدش يعمل الجنب دي مثلا في حجم الدريجة محدش يعمل الجنب دي حجم الدريجة وده ياسين برضو تاني برضو صورة تانية بسم الله من شاء الله وصلنا كنت مصورة على مرحلتين إن هي مثلا إيه؟ في نفس الوقت يعني إيه؟ خلصت مخلصتك أنا عايز أعرف بقى دي حاجة صعبة أوي الشلال ده إزاي بتعملهم الدايرة بقى أنا؟ في الدايرة طبعا طبعا بفاتلة أو الحاجة بنعمل الدايرة الاول برصاص آآ وبعد كده بخلص اللي جوها وبعد كده بعمل الدايرة حوالive منها علشان أنا بععمل الدايرة بحرص إن أنني ما حروسي بركة أو الجوة لتقع الدين ما بغدش الدين يعني آآ ما بغدش الدين وبعد كده آخر حاجة بتعمل الشلال، رسم طلمية دي بالآخر بتعمل في الآخر لإن أنت بتاخد بجاه من الشلال من جوة بتنزل لتحث فبتعمل فوق الدايرة آآ ما ينفعش تعمل الشلال قبل الدير إما هو إحنا بنقوله السري دي سلسة أبعاد حاجة وراء حاجة الأزمن مش أي حاج يرسم ممكن آه ودي موهدة الحمد لله أنا مدرستش مدرسم دي برده آه طبعا برده دي احنا عايزين بقى نعرف بقى إزاي بتعمل عمك في الصورة آه هو العمك بيجي طبعا بالمكياس إحنا بنقوله نظام أنت بتجيس وبتعرف أنت هتعمل قبل كل حاجة طبعا دي رسمة بلقونة آه عمود وورا منه سماء بمية آه بس بسم الله مش الرسمة جميلة يعني الله يبريك إن شاء الله حاجة كده الحمد لله يعني كل الرسمات اللي احنا بنعرضها دي يعني المشاهدين طبعا الرسمة الجميل غزال شهين وفي بقى حاجات جديدة برضو بتعملها كده برضو حاجات يعني كل ما لابطل حاجات أحدث بقى أكيد بس هو أنا وزي ما قلت حضرتك اللي بيفرض عليك صاحب البيت فيه واحد دماغه أنه بحب المنظر الطبيعي ومناظر الطبيعي اعتبر موضتها يعني بوتوليت آه بس بتبس تقول لك أنا عاد منظر طبيعي فبتعملوا مظر طبيعي آه باسم برضو زي دي برضو آه باسم برضو شريه دي هو الغد الوقتي لسه ما عادتوش حاجة من مناظر طبيعي هو منظرنا من ناظر آه دي بقى يعني عايزين يتكلم عليها دي بقى آه الصورة دي لو ما يعني ما حدش خد باله منها يحس إنه فعلا من الصورة يعني يتضمن صحابي ظنوا إن دي سلم فعلا آه ويعني واحد بيقوله والله ظننت إن انت هتطلح تكمل رشع السلم من فوق إن انت بتروش ترابزين السلم آه فعلا والله فعلا أنا أي حد ما ياخدش باله من الصورة يفكر آه نديه من الصورة يعني يفكر إنه فعلا ده سلم وترابزين بقى وطلع يعني طلع السلم آه دي برضو الزبون بيبقى هو منزلها بقول أنا عزها فلازم إن انت هتنفزه بصير جميلة والله بسم الله من شاء الله جميلة بسم الله من شاء الله آه ودي طبعا برضو سريدي برضو آه فيه برضو منزل طبيعي ممكن هيجد الوقت طبعا زي ما قلت حضرتك ما كنت مرابع المستحيل تعمل الحياة دي من نفسك لازم أن تلاقي اللي يساعدك وطبعا اللي بيساعد دي بتبصي تلاقي إنه الجاش بجا يقول لك أنا عندي خلفية بتستنظر حقا أنا روح تعملت شغلي من غير ما أخد اللي مقابل مقابل أني أعمل واشوف شغلي وأصوره ويجتني معايا واحد هيجي شوف الشغل دي مني اللي عملها جديدة فلان تبديني نمرته يعني أنت ساعات بتعمل الشغل بدون مقابل عشان خاطر أني أنت يعني الناس تيجي لك على الشغل ده أنا قلت لحضرتك أن أنا ضحيت ضحيت أنا بدأت اللوازة بفلت السيارة عشان عايق وبالجماشة أرسم بالجماشة عشان أوصل يعني أنا شايفينك يا باشاك هنا أنت بترسم آه بسم الله مشا الله حاجات جميلة دي بقى الطبيعة يا جماعة ده فيديو طبعا الرسم غزال شهين كان عمله هو بيرسم بسم الله مشا الله حاجات جميلة مدينة المحمودية مش هوكم مسكمان أنا عايز أفهم يعني أنت مش متخلى حدوقتي أني ده صورة لحضرتك مش متخلى أني ده صورة سلاث الأبعاد يعني أنا حاسك أن أنت شغال في الترابزين كلا أنت كان يعني ده ترابزين وانت شغال فيه أقول اسم الترابزين هو الحيطة سادة وانخ وطا سادة جدام مني فأبدأ أعمل السماء بعد كده أعمل الجبل جدام الجبل مثلًا الزرع جدام الجبل والجبل والمية بعد كده بأجي آخر حاجة لعبرة في الترابزين إن هو بيبجي اخر حاجة فوق ده كلته بتعمل مثلا العمود نزل في المية الترابزين مغطى وقدام الجبل وقدام الزرع الترابزين له بعد مثلا الجنبد اللي هناك أصغر الجريب منك بيبقى أعلى سنة لأنه جريب في الصورة ما فكرتش بقى أن انت مثلا تعمل براش تدريبها والله إحنا زي ربنا بيقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جو أنا الحمد لله دي يعني ورد وقتي فعشان أروح ناس كتير جاله طب ليه أنت ما تخدش نجاشي ورسم فأنا لا طب قولي أنا هاجغل نفسي بحاجتين ممكن ما تضعشي أوفق بين الاتنين وممكن ما تعملهاش برضا المستوى اللي أنت عايز تعمله ممكن لأخذت الحاجتين ممكن ما تعرفش الحاجة اللي أنت عايز تعمله ومعايا مبدأ أن أنا ما حبش أوجه في حال حد واحد بيننا علي ويقول لأنا عايزك اليوم الفلاني يقول له جاي يا مجيش يعني أو مثلا اتصرف أو مش فاضي عشان ما يوجفش ما يتعطلش بسببي ما يتعطلش بسببي طبعا دي كله تفضل ربنا الأول وأهلي وفضل يعني الناس النجاشة كتير مش عايز أنسى حد منهم بداياتا بدأت مع خميس صاجر عزيز علي صاحبي وإسلام حسان نشكروه طبعا ما خلال برنامج طبعا طبعا نعم نشكروه ما خلال برنامج طبعا طبعا والله يعني الحمد لله فيما عندي عم محفوظ قشك محمد فضلية حمد ابو النور الناس دي كلها أحمداتها مرام الحاكم الناس دي كلها ساعدتني صحابي وناس عرفتني عن طريق الشغل وتواصلت معهم والحمد لله يعني أنت بتكون بقيق بقى وأنت بترشي الحاجات دي كيف تكون بقيق فيها بص هو حضرتك السلم عبارة عن بوه سودة بس ما فحش تسيب البوه السودة من غير ما تديها سنة أبيض عشان تبان كإضاءة هو السلم مش مطهون أسود بس ممكن لو جاهد عليه إضاءة بدان فيه سنة أبيض كده تحس إن هو إيه حاجة بتلمح فيه الأبيض دي بيبين بقى الميل بتاع الشيء طبعاً كان لسه فيه رسمة تحت الجزئية البيضية هتبقى رسمة البلاط بتاخد بقى الزر بتاعة الرسمة إزاي بقى زيناها رب ما أنت بقول لحضرتك أنت بالأول جابة بتبدأ بالبوهية بتشغل بالرصاص الرصاص بتحدثها في الأول بتحدثها في الأول ورقم بتحدثها بتبقى عارف بقى إيه اللي هيتعامل الأول وإيه اللي هيتعامل بعد كده عشان يوصل معاك المنظر في الآخر بالنظام ده والحمد لله يعني الفضل من ربنا يعني أنه يوفقنا أنا عن نفسي شغال ورسمه بس أنظر شوف المنظر آخر لمازلت الغد دلوقت يعني كانت فيها من الأول عايز أشوف أنا هعمل إيه وفي نفس اللي ما كنتش أوصل لأن أنا هتكون شغلتي أنا زي ما قلت لك كان معي وصول الدين ودعوة وستنظر أن أنا هتتوظف زي أي حد من هجلع برسم خالص نمتها مع نفسي ما تعليمتهاش ولا نعرف أي شيء عن الرسم ولا حد فدني في الرسم ديت نمتها مع نفسي فأني بخلص الجنب وبقى شايفه الرجل مثلا صاحب البيت وقولي أو النجاش وقولي أنا عايز زي يعني الرسمة دي بالذات بقى دي أنا بعلق عليها الرسمة دي بالذات هو صاحب المكان هو جابها لك ولا لأت العمينها من دماغك والله هو صاحب البيت يعني طبعا حتى لو أنا بوريها له بقولي أنا مرشح لك ديت هو أنا رشحت له ديت قلت له إيه راك ديت جل ما فيش مشاكل إنت شايفه إنت هتشوف أحسن مني فأني ذات نفسي حتى عملت الجنب وستنظرت أنني بعد ما يخلص أتفرج علي يعني أنت أو أنت بترسم ما يتفكرش في الجنب أنت عملت إيه وما عملتش إيه أنا عارف أنت بتستنى لما تخلص الرسمة الأخير خلص وبأكد تشوف زيك زي أي حد واحد أكيد ما هو أي واحد حتى أي واحد فنان بيستنظر في الآخر هو بيبدأ عارف هو يعمل إيه بس عايزي يتخيل هو في إيه لنقصه أو مثلا كل مرة بتتعلم طبعا أكيد معلش ما فيش واحد بيوصل لحاجة الدكتور ما بجاش دكتور إلا مع الممارسة ما قدرش يعمل عملية إلا مع الممارسة وما عملش عملية لوحده لا بس أنا عملت ديت لوحده ما حد الشيكني فيها يعني بس الألوانات دي بقى الألوانات ديت أنت بتختارها أنت ولا إيه أنا حسب الرسمة برضو اللون دا بزات في الصورة دي بزات المنظر طبيعي ما بتقدرش تختار الألوان مع الشو يعني بص بسم الله ما شاء الله شايف المنظر عمل إزاي دي منظر طبيعي تاني غير دي طبعا المنظر طبيعي ما بتختارش ألوان بتخش بتدخل فيه جميع الألوان بتخطي اللي انت هسأ آه انت دوقت عايز تعمل نجيلة طبعا النجيلة معروفة خلاص أخضر أخضر فيه بقى الشجر المنظر الخريفة ممكن بقى بتدخل في الألوانات البنية آه المنظر الخريفة طبعا دي رسمة سماء وجبال والجبال نازل من جدام منها خط شجر نازل منهم مياه بنظام شلالات شغلة عالية أو الصراحة بسم الله ما شاء الله وقدام الأشجار جبال كبيرة وقدام الجبال مثلا طريق وطبعا دي أنا برسم الطرابزين ببارة عن خشب حوالين زي في الحقيقة في الحقيقة طردين حوالين النجيلة طبعا برضو دي الفينيش بتاع المنظر لان انت عشان تصور منظر كامل هو بتعمل صعب صعب لان مثلا منظر زي دي بدأت في الساعة 8 ونص ما خلوص لحوالي الساعة 4 العصر أو الساعة 5 العصر يعني المغرب والحمد لله يعني ربنا بيوفق الحمد لله بس هي صراحة رسمة طعفة والله وأكيد الحاجة لما تبقى جديدة والنفر بيشوفها الأول مرة كده بتلفقت النظر أكيد بتلفقت النظر طيب أعزين بقى الحاجة المهمة بقى لو في حد أي حد كلمك بقى من خلال البرنامج بقى يعني وعايز نعمل حاجة زي كده هل بقى يعني حاجة زي انت بتعملها دي كده زي اللي نعرضها الشيء دي هل بقى يعني تكلفة بتاعتها ايه و أكيد والله الجماعة بتقول البرنامج اللي غالوك تسألوا سؤال دي بس رمضان احنا عايزين المشاهدين كده المشاهدين دلوقتي أكيد بعد اللي احنا بنعرضه ده طبعا أكيد بسلامة إن شاء الله يعني لحد اللي أنا قلت لك ضحيت ياما أو لحد الصحاب البرنامج أنا أخضحي مش مشكلة عنا عمله لك ببلاش طيب يعني لو قلنا نسا يتكلمنا في موضوع التكاليف والله هو التكاليف بصدر رمضان فيه ناس كتير بتشتغل طبعا دي احنا عشان مجالنا بنسأل فيه رسم فيه رسم بيعمل الجنب بألف دنيه وبعد ألف دنيه فالنفر الحمد لله مجالش استغلالي هو على حسب المكان احنا برضو بنتكلم وعايزين أوضح للمشاهدين مبدئيا يعني انت ممكن من تقول مثلا حاجة بس ما تبقى احنا بنتكلم مثلا في حاجة مبدئين كده عشان خطر برضو كل الناس اللي بتابع الحلقة النهاردة اكيد طبعا الناس هتكلمه طبعا يعني طبعا اكيد فيه حيبى فيه حاجة مساحة كبيرة مساحة صيارة المكان كلام ده كله بس احنا بنتكلم بايه يعني ايه حاجة مبدئيا كده ان احنا المشاهدين يبقوا عايشين معنا الواقع يعني والله هو المشاهد على الدنيا من فوق بس هو على حسب ما هو ممكن المشاهد يكون مثلا من مكان بيعل عنيش مثلا واحد من اسكندرية أو القاهرة عايز جنب طبعا عشان هاجي وهرسم الجنب هقعد له مين لو قلنا حد بعيد انت من البحيرة وقلنا مثلا حد في القاهرة تمام يعني مثلا للجنبي لو هو سري دي يعني يكونه 1000 جنيين ببوهية وطبعا بويفيته بكله اه 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 لانه هتعطل له اكل حاجة ومين اه 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 هكذا حاجة زيل انت بترسمها دي أه حاجة زيل انت بترسمها دي المنظر الطبيعي عم لشان بياخد بوهية اه المنظر الطبيعي غير السري دي السري دي بيبرش الهواء اه فما بياخدش ناس يعني نسبة بهية عالية وماخدش وقت أما المنظر الطبيعي بياخد وقت كتير من ناحية أنه هو مثلا بتشطابه بياخد بهية بتاخد وقت فيه في رسمه فبالتالي يعني بيسعره عالي شوي خلي بالك أنا أول واحد حبدأ أنا بالرسم ده عناية لك طبعا أول واحد أنا إن شاء الله أعايز رسمتي بالذات يعني لا أشوف بقى حاجة تانية بقى حاجة مصطوى تانية بقى حاجة مصطوى عالي شوي كمان لا والله إحنا كده كده معنا الفناني يعني في الحناني اللي إحنا عايزين نعمله لا طبعا يعنينا ديك هزو رمضان والله وإحنا خدمنا في وقت يعني وخدمنا أي حد نصر البرنابي يعني مكش حاجة الله يبريك لك رب هل برضا هيكون فيه خصومات ده لأي حد يتابع البرنابي يتكلمك من خلال حلقتنا النهاردة هيكون فيه طبعا عايزين نعمل زنزام عارضي كده بقى لناس اللي يتفرج علينا دي طبعا والله هو الأرقام بقى موجودة واللي عايز حاجة هيتواصل معايا مبش مشاكلة لما حدي كلامك يقول لك أنا أنا خدت رقمك من برنامج التحدي هتعمل إنت معي برنامج التحدي اللي منزل الرقم بتاعي يبقى أكيد هو خد بقى من البرنامج أيوه محاضراتي منتكلم بقى من على الإعلانة هو تبقى يبقى نشتغل للناس من بلاش معايزين نعرف التخفيض يعني محنا ممكن نطلع دلوقتي من الحلقة أول واحدة تشتغل عنده فلا أزعر في التخفيض بتاعي وتخفيض لكل الناس حضرتك بص هو الجنب عند مثلا في البحيرة مكان جريب مني يعني أن أنا أقدر أروح وأرده في نفس اليوم أروح بيتي هو بيعمله 500 جنيه أما خارج بجع على حسب المسافة طبعا أحنا بنشكرك شكرا جزيلا الله يبريك وإحنا والله استمتعنا معاك وكان حلقة جميلة حلقة دماء خفيف الله يبريك وطبعا أكيد كل المشاهدين استمتعوا معنا مع الأستاذ غزال شهين الرسام الجميل وإن شاء الله هيكون لنا رقاءات تانية إن شاء الله في شغل بقى شغل جديد وشغل أعلى من كده إن شاء الله أحنا مشكرك شكرا جزيلا وكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة وإن شاء الله استنونا الحلقة القادمة في كلام جديد معاك